أما وكيل ديوان بلدية بنغازي ومدير الشؤون العميد بالانتقال إلى مركز بنغازي الطبي للإطمانان على حالة المصابين جراء وقوع أحد الألعاب بمنتزه بنغازي البوسكو وذلك حسب تعليمات عميد بلدية بنغازي ووضح قسم الأعلام ببلدية بنغازي بأنه لا توجد أي حالة خطيرة وإن كافة المصابين قد تلقوا العلاج وعادوا إلى بيوتهم باستثناء حالتان بمستشفى الجلاء تتلقيان الفحصات الطبية اللازمة تمهيدا لخروجها هذا وطلب عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار بإجراء تحقيق بالواقع والتحديد الأسباب عما إذا كان قصور أو إهمال في إجراءات الأمن والسلامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك